بنتكلم عن دور الناس وإيه اللي يحصل في المجتمع وإيه المسئوليات اللي على الحكومة وإيه المسئوليات اللي على الشعب دايماً بيكون فيه مبادرات بتطلع من الناس سواء مجتمعات مدني منظمات مجتمع مدني أو من حكومة أو من عمال أو من فلاحين أو من خلال رجال أعمال أو من خلال كمان بعض العمال زي المبادرة اللي بتتكلم عنها دلوقتي اللي أطلقها عدد من العمال مبادرة اسمها مهم خليك في مصنعك مبادرة عشان عودة العمل في المصانع مع الالتزام بالإجراءات الوقائية واللي جت تحت عنوان زي ما قلت لحضراتكو خليك في مصنعك عشان نتغلب على وباء كورونا وفي نفس الوقت العمال يفضلوا شغالين ويكون فيه إنتاج عشان ما يكونش فيه حد بيقولهم نقلل الفلوس بتاعتكو وفي نفس الوقت عشان يكون فيه منتج خارج للشعب كاملا طبعا مبادرة عظيمة جدا وبنقدر الناس اللي موجودين عليها بس في الآخر خلينا نأكد نقطة مهمة إن لا إجبار في المبادرات اللي عايز يشترك أهلا وسهلا اللي مش عايز يشترك هو حر واللي عايز يشترك في هذه المبادرة تحديدا يخلي باله زي ما هم قالوا من الإجراءات الصحية الناس تحافظ على صحتها لو الناس حتبات في المصنع وحتفظ موجودة فترة طويلة في المصنع فأنت حتتعامل كتير مع زميدك خلي بالك من ده خصوصا وإنت راجع لبيتك بنشكركم بكل تأكيد وبنأكد إنها مبادرة طوعية اللي عايز يشترك فيها هو حر اللي مش عايز يشترك مش غلطان هو لي كامل الحرية مبادرة تانية كمان من الحكومة المصرية واحدة اشتركوا في القناة